بالنسبة للرضاعة اذا كان امرأة قالت اني ارضعت الطفل خمس رضاعات مشبعات هل يكتفى بقولها ام ان هناك قراءة تحتاجها حتى تثبتها وسؤالها الله يحفظك ما قالت المرأة انها رضعت خمس رضاعات مشبعات قال انها رضعت خمس مرات لان الزمن كان نص ساعة راحت وجد لكن عندنا في المذهب الحنبلي الرضعة ان يمسك الطفل استدي ويرضع منه ثم يتركه لنفسنا وغيره ثم يعود تكون الثانية رضعة ولهذا يمكن الطفل ما يشبع الا من خمس رضاعات نعم 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 ن أن يضعفاه بالثدي ثم يترشه لنفس أو لرؤية أو لغيره ثم يعود إليه فذالش العود رضعة ثانية ولهذا يمكن أن هذه إذا جالت المرضعة مصدقة تقبل شهادتها وحدها فإذا قالت أرضعته خمس رضاعات يجتفى بقولها هي أشارت إلى أن الأم والأب كانوا غير راضين عن هذا الرضاع فهل هذا يؤثر في الحكم أم لا؟ هذا من الأحكام الوضعية يعني ما للأب رضاها أو رضا الأم أذر هذا الرضاع سبب في الحرمة من الأحكام الوضعية ما يكون في هذه المسألة شبهة خصومة بحكم أنهم وضعوا الطفل ووضعوا معه رضاعة وأكدوا على إرضاعها من هذه الرضاعة يا أخي يمكن المرأة يا شيخ عبد الله يمكن المرأة هذه أرادت أرادت أن ترضعها لتكشف عليها وأولادها ويجمع بينهم محرمية من الأغراض المباحة التي بين الناس نعم ترجمة نانسي قنقر